السلام عليكم وشبابكم ايه? الو? انتم سمعيني كده ولا لأ? اه شباب حضرتك واضح. الو? الو اه تمام. اه تمام. اه زي الفل اول. اه زيكم عاملين ايه اخباركم ايه? الحمد. بصوا اناسف جدا انا رفعت الصفحة انا رفعت قصدي اه اتنين على اليوتيوب بس والله نسيت اعمل لها نسيت اعمل لها اسمه ايه ده? بس ان شاء الله هرفع التانية والثالتة ان شاء الله يعني التانية دي ان شاء الله هنزلها لكم نهاردة بازن الله. خلاص? خلاص تمام. ماشي? انتم معي كلكم كده يعني حد كده يتكلم تاني فمعي ولا ايه? ايه ايه اصلا. اه اه في حد اصلا بيتكلم لاني مفيش صوت عندي لا فيه صوت دلوقتي. لا كلنا بنتكلم. كلنا بنتكلم. اه انتم كلكم كده سمعيني? يعني اللي سمعيني كده يا من ريز هند او اه يكتب لي كده في الاتشاة عشان دلوقتي انا هبتدني ان شاء الله. سلام عليكم. انتم سمعين يا جماعة الله. سمعين زي الفل اول. اه ازاكي يا حمد اخبارك ايه? كويك تيب. الحمد لله تمام. اوه انت ايه? اوه كويك تيب دي 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 مسلا زي اسم قناة او انت عام مثلا زي حاجة بتشيد بيها الناس صح كده? كنت عايز اعمل قناة اوه كنت استغفل حاجة كده. يعني ما كملتش. لا استماني. ما كانتش انا جاي لك من المستقبل اليوتيوب كويس بيفيد الناس جدا تقدر تستفيد. انا بدي اليوتيوب ده من 2019 بس انا كمان مش مهتم بيه اوي. ودلوقتي ما عندي حوالي داخل في ال 45 الف او دلوقتي عندي 45 الف مشترك. فلو انت يعني شدت شوية في الموضو ده ويعني اهتمت باليوتيوب صدقني الموضوه هيبه حلو اما. ربنا ايديدك ويبه خمسة مليون. اه حبيبي. ربنا اخليك. اسلام. اسلام. يالله بقى نقول الو. سامعيني انتو كانش شايفين اللي انا شايفو ولا ايه? شايفين اللي انا شايفو? ايوة. طب سامعين اللي انا سامو? لا مش سامعين اللي انت سامو. انا شايفين مثلا. طب طب. اه بص يا شباب. اه دي كده فكرة كده اه هتبسطكوا قوي ان شاء الله. انتو لما بتيجوا تختاروا مثلا في اي اه ملف او اي حاجة. اه صح انا او مرة انا ما كلمتوش قبل كده فيديو كول خالص. انا افتاح كده فيديو كده كده اكلمكم فيديو. دي الاول مرة اكلمكم فيها لان انا من ساعة ما انا عملت الموضوع ده وانا ما كلمتوش خالص. اه دي فكرة حلوة جدا اه في موضوع ان انت تجبر واحد بيدخل بيانات ان انت تجبره في فرنج داتا معينة. يعني ما تخلوش يفتح المجال في الموضوع. فاهمين قصدي ايه? لسه احنا هنقول دلوقتي الا ان انا قصدي. هل انت مصري? صح كده. هل انت مصري يقولك مثلا ايه? هل انت مصري ممكن يقولك اه نعم بالتأكيد معرفش ايه? لأ انت بتحط له داتا او او كلام معين يمشي عليه ما يغيروش. تعال تشوف هو ايه ده. صحيح بقى في الفيديو علشان تعرفوا اه يعني انت يبقى كويس معه. اه بص اه. طعم كده شباب? بص اه شباب. اه هل انت مصري الجنسية? تروح بقى هنا تقوله يس ونور. هو ايه شكل الصوت ده? بص كده. اه. هل انت مصري الجنسية? يس او نو. اه دي يس ونو. مفيش تاني خالص. طب ده انا كتبت مثلا اه بالتأكيد. هيقولي لا مش مش صح. طب اقوله لأ. لو سبتها هيقولي لأ لازم تشيلها. فلازم اختار حاجة من الاتنين. لاما يس اما يو. هل انت محاسب هقول له مثلا نو. طب دي كده احنا عرفناها. دي كده يس ونو ودي كده احنا عرفناها. طب ما هي محافظتك? يعني يس ونو دي دي حلين بس دي يعني دي ايجابتين بس. طب ما هي محافظتك? بص ما هي محافظتك هتبقى كم? كتير محافظت كتير. اسكندرية اسماعيلية قصيوت مثلا. اه مسلا من القاهرة ما فيش هنا قاهرة. يعني انا قلت الحاجة ما نفيهاش قاهرة. مسلا جنوب سينة مسلا وما هي محافظتك مسلا ممكن تقول له مسلا ايه? اسكندرية مسلا. طب ايه الفرق? وايه اللي انت هتعرفه? وايه اللي انت عايز تلمه في الحتة دي? ده بتحنينا عشان انا مش تكتب. data validation. data validation اللي هي validate دي يعني اللي هي يتحقق او تحقيق data. بصوه هي في حاجات كده بالاسامي يعني انا عارفها بالانجلش مش عارفها بالعربي. validate يعني اللي انت تتحقق من حاجة معينة او validate دي اللي انت تتحقق من جملة معينة اسماها validate. اه ايه هي data validation? انتو هتلاقوها عندكو. انتو معايا صح? ايه. اه. دي انتو هتشوفوها يعني انا عندي هيبقى بشكل مختلف شوية. data validation عندي منظر ده اسمها data validation اهي. هتلاقوها في كلمة data في ال tab data اللي فوق دي وهتلاقوها هنا اسمها data validation اهي. طب لو دوست على data validation دي بيقول لك ايه? بيقول لك بص بقى معلوم. في عندنا اختراعات بقى. في عندنا allow any value. any value دي بص يا جماعة انتو لازم اه يكون اللي بيتعامل في الاكسل ده يبقى على الاقل لو قابلته اي جملة يخش يسرش عليها في جوجل ترانسليت عشان يعرف الترجمة بتاتي. علشان بيبقى في حاجات بتبقى لازم تبقى عارفة انجليش. any value يعني اللي هو اي قيمة. اه. بص يا جماعة. انكبر دي كده شوية. بنيجي نعمل هلأ. data validation اهي. بقول له بيقول لي any value دي كده معمولة دي كده الstandard بقيتها any value يعني اي قيمة. يعني تحط له كتاب اه اه ارقام تحط له اي حاجة هو هيقبالها. طب لو انا مثلا قلت له whole number. بقول له بقى whole number بقى اللي هي بقى ايه? يعني رقم يعني رقم كامل. هو اي بقى? يقول لك مثلا انا عايز مثلا رقم ما يوقعش او رقم ما بين اثنين. يعني مثلا رقم ما بين مية والف. ودوس enter. لو كتبت هنا متين هيقبالني. لو كتبت هنا خمسة اربعمية هيقبالني. طب لو كتبت هنا الفين هيقول لي لا غلط. فاهمين اصدقى? انتم معايا صح? انتم معايا صح? معايا تمام. طب لو احنا مثلا عدلنا في data validation دي مثلا وخلناها not in between. يعني مش ما بين المية والالف. يعني لو انا جيت حطيت هنا ربع ومية هيقول لي لا. هو بيقول لك not between. not in between يعني هو المفروض between ما بين المية والالف اي رقم يقع ما بينهم هيتقبل. not in between يعني اي رقم هيبقى فستيهم انا مش عايزه انا انا عايز الارقام اللي خارجهم. فاهمين ولا لا? فاهم اي احمد ولا معايا صح? انا كتحت المية وفوق الالف. انا اي وقع ما بينهم منهم لا براهم. براهم بالضبط جدعا هي دي التفسير الصح. not in between equal to انا عايز مثلا نرقم من مية مثلا. equal to يعني مية هتتقبل بس. لكن اي حاجة غير المية مثلا يقول لك لا. على فكرة الحتة دي اختراع يا جماعة. صدقوني مليانة مليانة سحر. انتو اكيد دلوقتي. انت قابلتها بلكده يا احمد الحركة دي? حد قابلها بكده في الاكسين? انا مفتغل من بتاعتها بس. بس كويس. انت عارف يا احمد انا ليه قلت لك انا ليه هوريكو دي لي. عارف ايه المخزم انها مثلا في الحاجات اليومية بتاعتنا? انا ليه قيد انا متساوي. مش حيطة القيد. مثلا فيه حاجات مثلا وليكن واحد بيملى رقم بتليفون او رقم بطاقة. فتلاقي اوقات رقم بطاقة 13 رقم واوقات رقم بطاقة ببقى 16 رقم. صح? اه عشان اجب انه يكتب رقم صح. انا عايزه يبقى مقفولة. رقم بطاقة كم يا احمد? رقم بطاقتنا بتبقى 14 رقم? رقم بطاقة 14 رقم. فتأتي بقى هنا ايه? انا هول نمبر يا جماعة. تاكست لنس دي يعني طول التكست. فانا اقول له انا عايز تاكست لنس اكوال تو 14 حرف. اسمها تاكست لنس. لنس الجي اتش ما بتنتنتقش. اسمها تاكست لنس. الجي ما بتنتنتقش. اللنس دي يعني ايه يعني المسافة او اللي هي عدد الحروف من الاخر. فانا بقول له اكوالتو 14 حرف. فنجي بقى تعالوا بقى معاريكم. لو كدبت مثلا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ادوس انتر. اقول لك لأ. طب نكتب بقى 14 حرف واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حتاشر 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 تتاشر حتاشر. اتقبلت هل تفهمين قصد ايه؟ تمام بالضبط هي جامدة جدا هي جامدة جدا بس نعملها دي كده كتكست عشان تشاهل ايه كده اتقبلت طب بيقول لك بقى ايه ممكن بقى نزود بقى فيها حاجات كتيرة مثلا في الديتها مثلا ممكن نحط مثلا فيها ايه مثلا النفس اللي انتو بتشوفوه من هول نمبر between يعني مثلا مثلا انا احطها لهم مثلا في ارقام الموبايلات الموبايلات كم حرف اه حداشر حرف صح كده؟ فانا اخليه انا اخليه عشرة وهكتب بقى في حاجة بقى اسمها هنا input message او الاررو بتاعت message هقول له اكتب الرقم من غير السفر وادر انا اخليه وادر انا اخليه 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 كده اكتب الرقم من غير السفر طب ما احنا ممكن بقى نعدلها مسلا نوروح اقيل له ايه اهي كده منكتب له بقى دي التايتل اللي فوق ده الرقم غير صحيح غير صحيح ندوس انتر كده بص الرقم غير صحيح اكتب الرقم من غير السفر حلوة دي دي انتو بتقفلوا بيها على المدخل البيانات ان هو ما يتحركش من يعني في السياق ده فاهمين قصد ايه؟ اني برسم له واداتة معينة صح او النظام معين ما ينفعش يعني يغيره يغيروا مثلا بقى كاني برسم له طريق ما يتحركش عنه هو ده الطريق المرسول واحد بس حلوة دي يا احمد حلوة دي انتو بقى يا احمد احنا بقى قلنا ايه ان في بقى الاخر بقى حاجة خالص اللي هي الليست بقى الليست دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ الليست دي سواني نكتب بقى نختار الليست دي الليست دي عبارة ان انت بتحط له شوية داتا وهو بيختار بس مش اكتر يعني مثلا ممكن تحط له يس نعم يحمد نعم يحمد بالضبط لما يختار منه لما يكتبه يعني لما يختار لما يكتبه يعني مثلا نعم او لا نعم ونعمله كده زي اهيه اللي هي كمى وبعد كده نكتب له لا وندوس انتر اهي هتزهر له نعم و لا نعم اهي لا اهي فنحطها دي كافة النص ولو عملنا هنا يبقى نعم فاهم قصدي؟ ما هو لو اتنين سورس يحمد يعني لو هم قيمتين لا اما نعم لا اما لا مش محتاج اللي انا حطوله سورس واقود يتنقل منه انا فاهم يعني ايه سورس يعني بس انا اقول لهم يعني ايه سورس بص يا جمع دي كده احنا عملنا ايه الحتة دي اللي هي ايه نعم او لا ممكن مثلا نختار بقى زي مثلا محافظات مصر مثلا هتعملوها ازاي هنعملها من هنا اهي بصوا اهي وليكن انا عايزا اللي المحافظات دي كلها في سورس هنروح جايين في اللي احنا عايزينه اهو نروح دايسين كلمة داتا ونروح جايسين كلمة دي ونيجي هنا كده ونختار ونختار السورس ونروح معلمين على الشوية دولك كده بتدوسوا هنا الاول اهيه بعد كده تروحوا معلمين كده هنا خلق لا استنى نمسحة كده عشان انا بتدوس بعيدها من اول تاني استنى اهو نقفلها كده هتروحوا دايسين كده data data validation وهتيجي عند any value دي هتختارها هتختار كلمة list وهتيجي هنا دي كده بتروح مختارين الشوية دول بتروح دايس دي تروح دايس اوكي فطبعا لما انت تيجي تختار هنا يقول لك هنا يقول لك اسكندرية هنا يقول لك ما اعرفش ايه طب لو انا عايز اكتب القاهرة هنا هيقول لك لا طب لو هي مش موجودة لحظة بقى لو هي مش موجودة في بقى اختراع يا جماعة اسمه انا انا ابلاي اجنور شو ارور شو ارور شو ارور شو ارور لا هنا مش موجودة دي موجودة برا مش موجودة هنا بس يعني في الجوجل شيت لو حد بيستخدم جوجل شيت هتلاقي في ممكن يديله زي يعني ايه خد بالك الكلام ده مش موجودة بس انا هسمح لك بيه وفيه اللي هو ما تقبلش اي كلام فهنا ده هنا ده بتبقى معاملة يعني خد سويس طب لو انا جيت اكتب الكاهرة مثلا هنا كاهرة مش هتقرب طب لو انا كتبت مثلا اسويس اهي يعني مجرد ما انا اكتب الكلام هو بيظهرلي يعني مثلا اكتب سوهاج هاي بتظهر هاي وهكذا اه حد فيهم حاجة تمام هو تمام تمامين كده هي هبة هنا ولا هبة هنا انا فاكر هبة تمام ماشي اه انا معينكم اه انا سمعها اما حاجة صوت الاولاج انا بسمع يعني الحمد لله يعني اه لا الحمد لله انا حاول زي الفول ماشي كده احنا خلصنا دي هتبقى data data validation اهي data validation وهنا برده تبقى data validation برده رقم اتنين data رقم اتنين كده احنا نعمل بقى stop share اهي نعمل لها admin نعمل stop share ونعمل دي اهو بصوا كده يا شباب احنا كده نقلنا كده احنا عملنا بتاعة data validation دي اللي احنا جمعنا كل data او نرسم له الطريق اللي هو عايز يمشي عليه اه اذا كان نعم او لا اذا كان بنحط له source اللي هو زي احمل قال اللي هو بنحط له اللي هو مثلا ايه المحافظات الحاجات دي بنضفها له كلها وبنحطها له في excel sheet عشان ايه يمشي عليه دي كده data validation دلوقتي احنا نبتدي ان شاء الله نخش في موضوع وهو تلخيص data تعالوا بقى كده نعمل share ونقول الو انتو شايفين كده طيب كنت عاوزة اتفاضي لو لما باجي ارفع data معينة على sheet excel عادي اه وبعدين هرفعه موقع لما باجي ادخل رقم التليفون بيجيلي من غير صفر فانت عايزة تضيف الصفر فانا عايزة تضيف الصفر او انا باشغل على جوجل sheet فعادي هو بيعني صفر او مش صفر عادي يعني هو مش بيعني ايه مش بيداني في حاجة بس الفكرة ان الموقع اللي انا برفعه ال data دي اه رقم التليفونات والاسم لازم وارقم التليفون يكون فيها الصفر فانت عايزة ترفعي برقم التليفونات لحظة او يعني انا باشغل جنرال دي وبختار تيكست لها اخر واحدة وبدخله يادوي عشان تسمع في الشيط ففي اوعد بيو عندي ضغط شغل مثلا عندي داتة اه متين عميل مثلا فمش ببعارف اضفلها كيف تسمع في الشيط اللي هو الشيط الاكسل بالوقت بص يا ستي رقم التليفون واللي يكون نفترض ان هو هيبقى كده نفترض ان هو مثلا ايه 1 2 3 4 كده وهنا كده ونسحب كده او دوني عموم ونروح سحبين دولة لطفق كده صح كده لأ انا كده عمنا عزق يعني مساءً اي 1 2 4 5 6 1 5 6 4 5 6 اعه ثانية لاحظة بعزنك تمام نفترض ان دولة تراكم التليفون صح كده تمام وانت عايزة ترفعيهم بس لما انت بتبقي حطاهم بصفر وتعمليهم هنا داتا يعني هما اساسا بيقوا رقم التليفون بزيرو صح كده قصدك؟ او او بيبقى من غير زيرو مثلا فرضا فانا عاوزة او احط الزيرو بص يا سيدي يعني هل في قاعدة ان انا لما اعملها هقولك او بصي هتقفل اول على اول حاجة على العمود ده كده وتعمليه تكست خلاص؟ تمام وهنروح هنا هحط زيرو جنبيه على الشمال لهم تمام في معادلة اسمها كون كاتينيت هو الاسم ده غريب شوية ايه لئي عمتين تنصيس زيرو عمتين تنصيس هم خلال خليلين في واحدة نعم بتجمع الخليلين في واحدة بظبط كون كاتينيت اهي كون كاتينيت انا كده بتاهي خربعه التالي اكيدوا نتي اسمها كون كاتينيت او ممكن تعملي دي اند دي مان؟. انتر. فكده لما انزل بسطسة. هقول لي كنا دلوقتي. هتروح عملة دي كده قصدي العمود بقى اللي جنبيه هم. ده تكت اهو. وتروح عملة دي يساوي دي. اند ده. اند. اند ده. تروح لها اسئ انتر. اه لأ دي لازم تتعمل اه جنرال اول ما لا شد. هيدقر دي وتروح يسحبها لتحت كده. هي اخذت الاسفورت رحي واخدهم كده كومي وتحطيهم هنا في الشيت اللي هو اللي هيترفع على طريق الموقع اهي كده سلام عليكم هندي دي شغالة في كل الاصدارات وكاني مش كل الاصدارات لا شغالة جرب كده يا احمد اتلا شغال كان فيه معامل بعملها بس بس اوقات بتسمع على الشيت اللي نزللي من يعني من الشركة اللي انا هرفع لها الديتا واوقات لا بيساوي على متين تنصيص زير وعلى متين تنصيص عنده بختار العمود اللي هو فيه الارقام التلفونيات من الغار صفر ما هو انا وردتالك هاي ما اديني دلوقتي بتأسل ايه ايه دي اسهل ما اللي انا بعملها اصلي كونكات دي بص فيه كونكات دلوقتي فيه زهر دلوقتي في الاصدارات الجديدة اصلا انا دلوقتي شغالة على ال365 ال365 ده اي حاجة جديدة بتزهر على الاول تمام كونكات دي التحديث بتاع كونكاتينيت لان كونكاتينيت دي اسم كبير قوي فهي كونكات هاي بصي كونكات هاي حتى تلاقي كونكاتينيت هتتشال هاي عليها علامة اه اسمها ايه اكسيكلميشن ماركل ايه علامة اكسيكلميشن ماركل ايه علامة تعجو بحيزة فكونكات دي بقت هي هي اختصار لكونكاتينيت بس دلوقتي الكات حسنة تمام كده يا ستي كات زباطت الدنيا تمام شكرا جدا تحت عمرت ماشي تعالوا بقى يا جماعة نعمل اه ايه ده؟ اه فاد العشر داي ماشي اه لو لو الشادة تقفل اه نفتح اللينك تاني تمام يا شباب؟ هلو؟ تمام تمام ماشي شكرا يا محمد شكرا 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 عليكم بصوا شباب دلوقتي احنا الداتة دي احنا اشتغلنا عليها المرة اللي فاتت في اف والحاجات دي وفيه لوكاب واكس لوكاب لو انت فاكرين اكس لوكاب حد تجرب اكس لوكاب ولا لأ؟ السلام عليكم ماشي اوكي المهم يعني يا شباب اه دي شوية داتة فدلوقتي دي داتة كتير فانا دلوقتي عايز الاخص الدنيا الخص الدنيا اضبط الدنيا كده اضبطها ازاي؟ بصوا كده يا شباب كل انا عايزوا دلوقتي انا عندي كزا واحد اداري وتنموا برمجين ومعرفش ايه ومحاسبين وكلام ده فانا دلوقتي لو انا عايز ابص النظرة مختلفة مثلا يعني مثلا انا مدير الموقع مثلا او الشركة وعايز اعرف متوسط سعر متوسط مرتب المحاسب بيبقى كامل حد يعرف يقوللي حاجة؟ حد يعرف يفيدني؟ ممكن ايه المتوسط دي دلة افريج بالضبط دي افريج بس انا عايز اعرف متوسط لكل الدنيا يعني عايز اعرف متوسط المحاسب متوسط المهندس متوسط الاداري متوسط الازم جو انت كنت عايز تقول حاجة او انا كنت اقول الافريج زي ما هو قال بس دلوقتي افريج تنفع اه لو انا مفلطر على المحاسب بس طب لو انا عايز اعرف باقي الناس كلها فهم قصدي؟ بالضبط او بالضبط بص يا جماعة احنا دلوقتي هنلخص كل الدتا دي في حاجة اسمها بيفي في تيبل انتو اكيد عارفين البيفي في تيبل او اه اعرف بيفي في تيبل او اه اعرف بيفي في تيبل بص تفاصيل وتركات كده جميلة او في البي في تيبل ده هتفيدكو جامد او يا جماعة وياريت طبكو معنا اا بعد الفاصل هنجي نعمل هنا كده نجي نقف اي حتة في الجدول نعم هنجي نقف اي حتة في الجدول ده كده ونروح دايسين كلمة insert ونروح دايسين كلمة بيفي في تيبل سيظهر له الشكل ده كده يقول لي انت عايزه في نيو ووركشيت ولا اكزيستنج ووركشيت اقول لان عايز اكزيستنج يعني عايزه يظهر هنا كده هدوس enter تمام وهقول له ايه ايه انا عايز المسمى الوظيفي بص يا جماعة البي في تيبل يتكون من اربع حاجات الفلتر دي دي خلينا في اخر حاجة خلص الكولوم دي دي الكولوم اللي هي بتبقى العمدان اللي هي بتبقى هنا دي تمام والرو اللي هي الصفوف اللي هي بتبقى هنا كده اصفها لكو بس فيديو عشان معلوم الكولوم يا جماعة الكولوم اللي هي بتبقى الحاجات الوقفة دي كده والصفوف اللي هي بتبقى كده اللي هي بتبقى تحت بعض طبيعي ان الكولوم دي بتبقى اقل من الصفوف لان الصفوف بيبقى عدد عملة او عدد ناس كتير قوي اما الكولوم بيبقى قليلين خلاص وانروح جايين هنا نحط مثلا ايه المسمى الوظيفي هتكون هنا كده في الرو بص في اتنين اداري بس انه كده عشان بس ايه نزبط الاداريين دولت عشان البشاوات دولت هاملين فيهم سبيس اهي بس كده ونروح هاملين هنا بس كده بس كده بس كده بص يا شباب دلوقتي انا حطيت المسمى الوظيفي في الرو فبقى دلوقتي واحد اثنين تلاتة اربعة نازلين تحت بعض تمام؟ تعال بقى نكبر البتاع دي كده شوية عايز اعرف بقى متوسط سعر متوسط مرتب ده المرتب بتاعهم يبقى نحط المرتب ده فين؟ في الفاليو الراتب ده بيتحط في الفاليو الفاليو دي يا جماعة انت بتجمع وبتطرح فيها وبتعمل كل حاجة العملات الحسابية كلها تبقى في الحتة دي في المربع ده بص بقى هو جمع لي المرتبات كلها لا انا مش عايز التجميع دي كده صم يا كده متجمع انتو معي صح يا جماعة ولا ايه؟ ايه تمام هو كده جمع لي المرتبات لا انا مش عايز تجميع انا عايز فاليو اسمها حاجة اسمها فاليو فاليد فاليو قصد فيل سيتنج هنروح دي سين كده وهنجل نختار كلمة افرج قال لي ايوان اهي اهي يا شباب قالك ان متوسط ساعة متوسط مرتب الاداري 2800 والمحاسب 3100 والمهندس 2400 طب تعال نشوف الكلام بصحة ولا غلط احنا طبعا عارفين ان الافرج يا جماعة بيكون عبارة عن مجموعهم على عددهم فلو احنا جينا فالترنا كده مجموع القامة اه احنا قلنا ان المحاسب 3166 166 قصد هنروح جايين هنا المحاسب وهنروح وقفين على يوم كده اهو بص الافرج هوت لقلي 3166 فكده ايه كده انا كمدير شركة او حد من يعني من اللي بياخده كارات لما يجي اعين محاسب عندي يبقى اعمله الافرج بتاعه والمتوسط بتاعه اما 3000 او 3300 او 3300 الحاجات دي يعني يبقى عندي متوسط اعرف اصلا عليه تفهمني كده ولا لا تمام تمام الكولوم دي يا جماعة دي اللي بتحط فيها الحاجات اللي بتحط فيها بصوا هقولك انا على حين شيل بقى المسمى الوظيفي ده كده وشيل ده كده وعايزين نحط مثلا ايه اسم الموظف بصوا لو تلاحظوا اسم الموظف نزله تحت بعده في الرو ونحط له المسمى الوظيفي هنا او ونحط في المسمى الوظيفي ونحط مثلا راتب شخصي ده هنا بصوا بقى ايه اللي حصل بيقولك ان احمد سامير ده ده اداري بيقبط 3900 جنيه اسمه صحيب ده ده محاسب بيبط 3400 جنيه فاهمين قصدي ايه؟ هي بتبقى محسوبة كده طب تعالى مثلا نخشها بتفاصيل اكتر شوية تعالى نبص هنا كده دي شوية داتا لمجموعة اسمها مجموعة الاهل التجارية يعني دي شركة اسمها مجموعة الاهل التجارية تمام؟ وعندهم داتا زي كده وبيقولك ايه؟ انت لو صاحب شركة تطلع ايه من الداتا دي؟ تعالى نحسبها كده حد عنده اي فكرة؟ يعني انا عندي الوكيل عندي الوجهة بتاعته عندي الكمية عندي نوع المنتج بتاعه ده جيد جدا ولا جيد ولا ممتاز عندي تاريخ الشحن عندي تكاليف الشحن عندي تكلفة البضاعة تكلفة نائية اللي تسدد اه الكام تاريخ التسداد المتبكية كام انت مثلا لو اي حد مثلا معايا هدلوقتي انا دلوقتي عايز اعرف وليكن وليكن اي تفصيلة من الجدول الطويل العريض ده ها حد ممكن يدين اي فكرة؟ اعمل بيفيتيبل اللي انا عايزه انت مثلا تكلفة البضاعة انت مثلا تكلفة البضاعة تكلفة البضاعة تعال عشان انت بتحب المشتريات انت والموردين والكلام ده تكلفة البضاعة نعمل كده احسنت اه او بان عليك بتحب الحاجات دي تعال اهو انسرت ونروح عاملين بيفيتيبل ونقول له ايه احنا عايزينها في النيو ووركشيت اهو ونيجي هنا كده ونيجي هنا مجموعة الاهل التجارية نشوف تكلفة البضاعة بستبع مين؟ على الوكيل بقى يبقى نشوف الوكيل كده هو الوكيل هو ونجيب تكلفة البضاعة اتقرأ ونعمل ديه كده عام احمد ونوفر وقصت اهو ودي ممكن كمان ايه نروح عاملين ايه يعني الباز للأعمال التجارية ده بتكلفة البضاعة ممكن تفهمني يا احمد ايه تكلفة البضاعة دلوقتي؟ تكلفة البضاعة دي يعني مجموعة الاهل التجارية تكلفة البضاعة تكلفة البضاعة دي اللي انت بدفعه عشان اجيب الحاجة من بره. يعني بس يبقى كده تكلفة البضاعة دي ان انا كده بشتري حاجات كتيرة للباز للاعمال التجارية دي. طب هل الباز بقى الاكبر ممرد بالنسبة لي. انا فاهم. هل بقى الباز بقى الاعمال التجارية ده بياخد اكتر بيع بالنسبة لنا? تعال نشوف. ممكن احط بقى مقارنة كمان للمبيعات بتاعتها دي. طب في المبيعات دي بقى فين? المبيعات المبيعات المبيعات. طب تعال نشوف الكمية. انا نشوف الكمية. هل هو بياخد مكتر كمية ولا لا? تعال. نحط لنا بقى الكمية هنا. نحط الكمية برضو هنا يا جماعة. ونعمل هنا. اهي نعملها دي زي دي. اه. ده هو فعلا بياخد اكتر كمية مننا. لان احنا بنكلف البضاعة بنشتري بضاعة صح كده يا احمد? مش احنا بنشتري كده بضاعة. علشان اه نبيعها للوكيل صح كده? فهو دلوقتي احنا بنكلف البضاعة ب372 ألف جنيه وهو كمان بياخد أكتر حطة مننا لأنه هو بياخد 28 ألف كطعة ده أكتر واحد فيه لأنه مفيش حد أعلى منه طب حد عنده أفكار تانية حد بص على التكلفة المتبقية دي يعني إيه اللي احنا لينا عند الوكلة فاهمين ولا لأ يعني التكلفة المتبقية دي اللي لينا عندهم يعني هم عليهم فلوس لينا انتوا معي ولا مع الأسف أنا معاك فيه فيه تكلفة الشحن كمان فيه تكلفة البضاعة التكلفة المتبقية دي تريباً اللي هو بعد ما دفعتوه جزء فضل الجزء بالزبط ما هي دي تكلفة الحاجات اللي هي لسه عليه لسه على الوقت ده اللي هو لسه ما سددهاش طب تعالوا نشوف دي كمان طب تعالوا نشوف دي كمان نزود عليها التكلفة المتبقية اه نوقف 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 انتوا معي ولا مع الأسف صح يا جماعة معناش قبل ما نبتدي انتوا معي أصلا بحس الناس نامت شوية معي انتوا انتوا فهمين انا موضوع صعب شوية لا موضوع تجميع ده انا مش اكتر يا ابن محمد انا عارف انك عارف الحاجات دي فيه ناس مش عارفها انت دي انتوا معايا جماعة انا مش عارف برط والله انا كنت ده عايز اتعلمه ان هو بي كل مرة كان بيطلع على نتائج معايا غلط في لا ان شاء الله خير ان شاء الله خير وان شاء الله اتطلع على نتائج كلها صح بإذن الله بص يا جماعة بص بص فيه فيه مثال تاني غير ده ان شاء الله هيبقى اسهل من ده كمان عشان ده رخم شوية انا عارف ان هو مليان داتة ومليان ارقام كتيره بص يا شباب طب دلوقتي دلوقتي انا هقولكم على حاجة تعالوا نلسح ده كده ونخلي اه مثلا طب هقولك مثلا على حاجة حد مثلا من اللي هو مش فهمه او يخش معايا دلوقتي يفتح كده لسبيكر اي يفتح قصد كده المايك كده ونتكلم عنه شوية سلام عليكم سلام عليكم انتم معايا ولا مع الاسف ولا ايه انتم معايا طب بصوا شباب انا اقولكم على حاجة كده عشان ايه نبقى بالصلاة عن نوعي حلوي نوعي طب دلوقتي نفترض مثلا انا عايز اعرف ايه اكتر حاجة بتتباع عندنا من النوع مثلا يعني هل النوع الممتاز بيتباع اكتر حاجة ولا جايد جدا ولا ايه يعني ايه اللي بديتشغال عندنا وايه اللي واقع عندنا تمام فهنيجي النوع ده وهنكرنه بالكمية يعني المفروض ان هو النوع اللي بيتباع منه كميات اكتر يبقى هو ده النوع اللي يشغل معانا صح او غلط صح او غلط او تمام او تمام او تمام زال فل او هنيجي هده كلمة بيفيتيبل اهو ونروح دايسين اوكي وهنيجي عند النوعه النوع هنحطه في الروح هنحط قصاده الكمية الكمية معمولة صم يا جماعة لو تلاحظوا الكمية معمولة صم صم يعني بيجمع كل الكميات اللي موجودة طبع النوع ده اهو فعندك دلوقتي وعملنا كلمة clicky من هنا كده ونقلمك sort وlargest من largest to smallest large يعني الاعلى في الاصغر قالك ان اعلى حاجة بتدباع عندنا الممتاز بتدباع عندنا ب 86000 قطع بعديل جيد جدا 77000 قطع وبعديل جيد بس الفرق ما بين الجيد جدا والجيد مش كتير لكن في فرق شاسع ما بين او كبير ما بين الممتاز بالجيد جدا فاهمين قصدي ولا لا تمام تمام اوي طب احنا دلوقتي مثلا تعالوا مثلا نشوف كده حاجة تانية كده هل ممكن دي تنفع معنا ولا سلام عنكم show values as program total اه بصوا كده الفكرة دي بصوا بقى الحتة دي بيقولك ان الممتاز مستحوز على 36% من حجم المبيعات والجيد جدا بصوا الفرق ما بين الجيد جدا والجيد واحد في المية بس لكن بصوا معيش شو عاد جات من اين يعني show as اللي انا قادر اختار داك تظهر بايه دي يعني جات من اين والله تسدق بالله انا كنت معاملها كده عشان متوقع حد يجي اسألني بالسؤال ده حاضر هوريها لجميع انا هوريكو بص حاجة بصوا يا جماعة دي كده الكمية تمام كده ده كده الشكل اللي احنا عملناه فاللو احنا شدينا الكمية تاني هنا كده تحتيها طلعت الكمية رقم 2 فهنروح جايين هنا وشو value as بيقولك باقي من يعني احسب لي شوف الحزبة دي من grand total اجمالي اجمالي شوف كده شو value as قالك ان الممتاز بيستحوز على 36% من اجمالي المبيعات والجايد جدا بيستحوز على 32% والجايد بيستحوز على 31% طب تعالوا نشوف حاجة تانية دوس كليك يمين كده شوفوا value as من ال column total بس دي كامش تبقى مظبوطة لان ال column ده بيبقى كده مش تنفع تتزل طب تعالوا مثلا شوف حاجة تانية شوف value as from row total برضو لا اه difference from النوع لا برضو مش تبقى مظبوطة بصوا صحي كده الفكرة بص يا احمد الفكرة احمد الفرق ده حلو قوي فرق الجايد جدا عن الممتاز 9000 قطع 9000 12000 قطع فهمت قصد ايه؟ من الممتاز او من الجايد جدا؟ يعني هو بيعمل الممتاز هو standard standard بتاعه خاصة ما يبقى منه بالزبط فكرة بص على فكرة احمد دي مليان في افكار انت لو بصيت على شوف value as دي هتبقى كامدة جدا وبص كمان ممكن تعملها ال rank رانك دي اللي هي حد يعرف ايه رانك ردبة صح ردبة رانك يعني ردبة اللي هي رانك من largest to smallest اهي قالك ان الرنك الرقم ممتاز ده رقم واحد الجايد جدنا رقم اتنين الجايد رقم ثلاثة يعني السوبر لوكس ده هو الممتاز رقم واحد طب لو احنا عايزين نعمل الرانك ده على الوكالة تعال نشوفها يعني لو قلنا الوكيل بياخد الوكالة بتاخد قد ايه كميات من مصر هنروح عملين انسيرت بيفي التابل دي ونجيب الوكيل نحطه هنا كده ونحط الكمية هنا كده وبدل ما نعمل نعمل بقى كده دي show value as rank من اكبر الوكيل بص بص خدت بالك دي الباز او بص الباز خد رقم ايه خد رقم واحد مش الباز ده اللي احنا كنا عاملين حسابه يا احمد اللي هو كان اعلى حاجة خلاص بالضبط فخد رقم واحد فدي بص انت ممكن تعدي الحلقة ايه اه حد يا جماعة فيهم حاجة من اللي انا بقوله ولا رجالة او احمد انا عارف ان احمد شغال معي بس حد تاني شغالت معي ولا انتو معي صح او احنا مع حضرتك ايوه صح طبعا طبعا مع حضرتك اطفال اللي عندي بس صوتهم والله يبقى في المايك اعلى لا يا ستي لا ربنا يقليك ربنا يقليك بص يا جماعة اللقطة اللي جاية بقى المثال اللي جاي مسال يبقى خفيف او المثال ده صدقوني مثال خفيف والله بص يا شباب صلوا على النبي دي السرطة هنعمل كبير بص يا شباب اهه دي اعتقد دي خفيفة والله انا بكلمت بجد المثال ده فعلا خفيفة احنا عندنا دي الوقت رقم فاطورة وعندنا البيع رقمه كذا وعندنا اسم المنتج اللي هو منتج واحد منتج اثنين منتج ثلاثة زي تشيرت وقميس ومنطلون وكلام ده وعندنا المخازن اللي هو مخزن واحد واثن وثلاثة وعندنا سعر البيع بتاعة كل قطعة يعني سعر البيع بتاعة كل قطعة وعدد القطعة وكيمة الفاطورة كام انت بتدرب العدد القطعة في سعر البيع يطلع لك كيمة الفاطورة والتاريخ البيع صح كده جماعة على فكرة دي سهلة جدا والله ما بحظر انا هبتدى انا بنفسي خلاص انا هبتدى انا بنفسي هقول انا عايز اعرف مين اكتر بيع بيبيع في المنتج دي يبقى هنعمل ايه هنيجي هنا كده ونروح جاملين الانسرت بيفت تيبل ونحط يا عم البيفت تيبل ده هنا خلت نفترض انه نحطه هنا كده او هنا تمام ونحط رقم البيعه في الروق واحد اثنين ثلاثة وهنحط اللي هو ايه نجيب كيمة الفاطورة ولا سعر البيع كيمة الفاطورة قصلي ولا عدد القطع يعمل هنحسيبها عن طريق عدد القطع او نعمل انساء سورتي كده اهو قالك ان البيع رقم واحد بيع 1178 قطع البيع رقم اثنين بيع الف ومية البيع رقم ثلاثة بيع الف ومية وسبعتاشر طب لو انا حطيت مثلا سعر البيع كمان لا مش سعر البيعه كيمة الفاطورة طب كيمة الفاطورة او 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 نحط كيمة الفاطورة اهو كمان كيمة الفاطورة ونعملها كده شو فاليو ايه لا مش شو فاليو اسمها ايه اسمها ايه نومبر فورمات ايه ودي كده ونروح حاملنا كده وكده اهو قال لك بص بقى معل ان البيع رقم واحد بقى 1178 قطعة بمية تلاتة وخمسين الف جنيه والبيع رقم اثنين بقى 1121 بمية ستة واربين الف بس خدت بقى لك انت بقى من بيع رقم ثلاثة بيع اعلى مع انه بيع منتجات قطع اقل يعني الفرق ما بين البيع رقم اثنين ده بيع قطع كتيرة بس بسعر اقل من البيع رقم ثلاثة فاهمين قصدي او انا لأ او ده بسعر القطع صح انا عندي انا عندي ان اسمه ايه ده ان بيع رقم اثنين ده ممكن بصوا خدوا بالك دي بتبقى وجهات نظر في الشركات فيه ناس بتحب تبيع القطع وفيه ناس بتحب تبيع الفلوس بس عارفين دلوقتي في الايام اللي احنا فيها دلوقتي دي انا عن نفسي احب اللي بيع قطع اكتر لان الفلوس كده كده كموتها بتزيد يعني التلاجة اللي كانت زمان ب 10 تلاجة دلوقتي بيع 20 الف بعد شوية بيع ب 30 الف فاهمين قصدي انا بقى عندي لما واحد يجي يقول لي ايه ده انا بعت بتلاجات بسعر 50 الف جنيه هقول له انت بعت تلاجتين لكن لما واحد يقول لي انا بعت خمس تلاجات اه كي هتفرق تماما فاهمين قصدي? يعني عدد القطع اكتر بما هو الفايصل في الانتاج بتقول لي احمد معاش تانية كان عدد القطع هو الفايصل في الانتاج ان انا عارف السوق عايز مني كم قطعة والدنيا بتاعتها تغفاها ايه يعني انا بكلمك احمد ايه? لا بس ممكن اقول له حضرتك على حاجة تانية فاضلي هو المشكلة هنا في سعر البيع اكتر من العدد القطع يعني انا ممكن يكون باعة خمسين قطعة بس القطع دي بجنيه انا فاهمك انا فاهمك كل انت بتقول ليه بس انا اتكلمك في ايه? اه ان دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي في ظل اللي مصر بتمر به في ظل اسعار الزيادة بتاعت الغريبة اللي احنا بتشوفها دلوقتي دي فبقى الان بالي اللي بيبيع قطع افضل من اللي بيبيع فلوس لان كده 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 يهبه الفلوس كموتها بتزيد يعني مثلا تلاجة وليكن مثلا زي سامسونج LG كانت زمان مثلا كانت بعشر تلاجة جنيه مثلا طمام او هي نفس التلاجة بثلاثين الف جنيه وبخمسين الف جنيه طمام فانا عن نفسي لما بيع تلاجتين LG غير لما اجي اقول له انا بعت تلاجة بخمسين الف جنيه بعت قصدي بخمسين الف جنيه تلاجة اه ها مانت بعت تلاجة واحد اخل ما يكون لها تلاجة واحد اخل ان انا اقصدي ان اغلبية الناس وكمان في البيع لما بتبيع قطع اكتر فكده عمل اكتر فكده الفتنشال العمل الى ترجع لك اتنين ويطبق اكتر غير لما تبيع رجل كبير يعني مثلا وليكن في عميل جيش تمام عندك بمتين الف جنيه ده احتمالية النوع الغلي تاني مش كبيرة لكن عندما تبيع عشرة عملية عدد المبيعات ليست قيمة المبيعات نفسها بالضبط بالضبط تعالوا بقى ان نبص على البصة التانية يلا بقى بينا انا عن نفسي انا عن نفسي طلعت ايه مين البيع اللي بيبيع اكثر يعني انا مثلا دلوقتي اعايز امسك المصنع ده وعايز اعرف يعني عايز ابص على كذا حاجة فانا اولا عملت كده تفصيلة كده ان مين اكتر بيع بيبيع منتجاته كده تمام خش يا ام احمد انا عايز اقول انا عايز اقول يعني الليدس فرست معلش يا ام احمد يعني انت كده كده قاعد معناه لو انا مثلا معلش عايز اقول ان انا عايز اشوف انهي منتج بيع منه عدد اكتر الله عليك انا ايوة بحب بقى التفاصيل دي جدع طبعي هنعمل انسيرت بفي التابل انا عايزين البيبيت تابل ده في ال اكزيستنج ووركشيت يعني هناك ده في حتة دي ونخلصين اوكي ونروح بصين هناك ده المنتج اهو اسم المنتج هيبقى هناك اهو يا لهوة من اول واحد لحد منتج تسعة تمام؟ ده في حد خمستاشر تمام؟ وان اكتر بيع يعني كيمة فاطورة طبعا ونروح عاملين باقي لا احنا احنا المصرود عايزين عدد القطع عدد القطع والمنتج التاني ده ميتباع منه متين تسعة وتسعين قطعا طب تعالوا بقى نشوف بصي بقى تعالوا بقى نشوف نشيل بقى كيمة الفاطورة دي كده ونعمل الحركة اللي انا رأيتها لك ياهم نحط عدد القطع دي تاني هنا كده ونبص عليها مستحوزة قد ايه من حجم البيع يعني مثلا عارفين يعني ايه جملة يا جماعة مستحوزة قد ايه من حجم البيع؟ يعني الحاجة دي واخد قد ايه من نسبة بتاعت البيع؟ نسبة بتاعت البيع بتاعتها؟ اه هنروح جايين كليكي مين كده شو فاليو ايه من الجراند توتر قالك يا نهرب يدد الفرق ما بينها وما بين التانية حوالي تلاتة في المية بصوا ايه رقم يعتبر كبير اه المنتج ايه طبعا لان الفرق ما بين دولت كلهم قريبين مش بعيد يعني ده ستة دي خمسة ونص لكن الفرق ما بين المنتج رقم اربعة ومنتج رقم اثنين تلاتة في المية الباقي كله حوالي واحد واحد ونص في المية كده يعني فكده بصوا المنتج رقم اربعة ده أستاذ بيع شغل علي قوي يلا مين جاي تاني؟ حد تاني ناوي نورنا غير أستاذ أحمد وأستاذ هبة سلام عليكم سلام عليكم انتم معايا ممكن نرتمهم بالمخزن يعني اعرف المخزن ده في كم منتج اه يعني ايه المخزن في كم منتج مش اه اه عدد المنتجات في المخزن اه كل مخزن في كم منتج وراء كده اه طبع داتة كتير جدا ما هو بالزبط يعني عايزين برضو نشد الناس معانا عم احمد بانعالف والله حضرتك على فكرة اقول لك الحاجة عم احمد والله حلوة جدا بص اقول لك الحاجة بص يا جماعة في 365 ده فيه حتة جميلة اوه لو انا مقفت على داتة كده ايه المربع ده كده شايفين كلمة انالايز داتة دي لنا واقف على دي؟ شايفين الحرق دي؟ اه تمام بصوا كده ما دوس عليها هيطلع لي 5000 حاجة اتفرج دلوقتي اه بص ايه وبصوا لسه كمان بص ايه طب ازاي يجيبوا بقى 365 ده وقت من غير ما تتفع فيه فلوس حاضر هوريك هوريكو في سريع لا لا هوريكو فيديو تعرفوا تجيبوا ال365 من غير ما تتفعوا في فلوس انايه هعمل فيديو بالنفسي عمي ماما وتبلاش يا حمد ماشي بس بشارت ما تتفعش الاكاونت بتاعك لحد لان انت لو قديته لحد الاكاونتين هيقفوا طيب اوكي ما فيش مشكلة انا على جهاز واحد بتتفع حتى بس عشان نعمل فيه داتة انالايز ديكتا فاهمين يا جمعان؟ انايه يليك انايه سملة البنادي اصلا لا بس اقولك انا حاجة يا احمد اعرف انت احيانا احيانا يا احمد والله المانيول سعب بيفيدك اكتر كيب طبعا انت بتاعلك الحاجة اصلاها بتيجي منين وتبعارف يا بتاعك فين وزي يعني فيه ناس لحد الان لما بتيجي تعمل معادلة بتروح دايسة على دي ليه بفكس دي؟ انت تعمل معادلة كده انت فاهم؟ انت بتعمل كده صح؟ لا انا بكتبها بأيدي يعني انا بعرفش اكتبها غير بأيدي انت فاهم؟ معظم اللي بده كورسات لاتهم بيكتبون بأيديهم انا بعرفش اكتبها غير من كده ماشي خلاص مابيش مشكلة انا مبعرفش اعملها غير بأيدي فعلا ما انت هتيجي بعد كده هيبها تدي كورسات بعد كده خلاص ايش انا مفق بالعيال دي؟ كورسات في جامعية رسالة بقالي سنتين سنتين او اكتر كمان امش هزا اقول لكم انا مبسوط قدي ايه؟ يعني انا عملت انا بمسابة كل شهر بدي الكورس الاسئلة ده وعلى فكرة على نفس الاسئلة دي يعني مش بغير حاجة انا مبغيرش حاجة على ان الناس بتيجي هي الناس جديدة فمش عايز اقول لكم يا جامعة انا مبسوطة جدا والله العظيم ان انا الباتش دي بصراحة انا مبسوط منها قوي ناس بتنجس كاة وناس سريعة ويعني لا في ناس طبعا لا في ناس يعني ما شاء الله وقابلتهم على فكرة شخصيا لا الناس ما شاء الله شغلين بشركات وكانوا بيحبوا الاناليز داتا دي والحاجات دي على فكرة صح يا جماعة احنا كده خلصنا يعتبر خلصنا انا حبيت بس ان انا مريكم شوية حاجات في البيفت تيبل عشان تشوفوها لكن يعتبر انا كده خلصت يعني كده مفيش اي حاجة تانية قدر اقدمها في البيفت تيبل مفيش حاجة تانية هي ممكن مسلا الجديدة مسلا انتو مشوطهاش اللي هي الفلتر دي الفلتر دي اللي انتو مشوطهاش انتو بتحط اسم المنتج ده هنا وبتيجو عند اسم المنتج ده سواني لحظة عايزين بس نسحابها تحت شوية لحظة ايه ونحط اسم المنتج ده هنا يقول لك مثلا فلتر مثلا على اسم المنتج ده منتج واحد جابلك العدد بتاعهم لو انت عايز تفلتر على اكتر من المنتج منتج 13 منتج 5 ودوس انتر هيطلع لك عددهم كلهم يعني بتجمع عددهم كلهم بس كده مفيش اي حاجة تانية جديدة ان انا اقدر افتها لكم كأنك الفلتر دي كأنك بتعمل فلتر هنا كده بقى ايه دي الفلتر بس بس كيا شباب اه بس احد عايز مني حاجة قبل ممشي يعني مفيش بس غروة تلتمية خمسة ستين ازاي انا جيب حاضر عناية ليك عناية ليك والله التلتمية خمسة ستين ده يا جماعة والله هو اختراع بصراحة يعني في شوية داتا كده في شوية حاجات يعني ده ينفع لنزله على اي جهاز عادي اه ما انا هوريكم بس الطريقة الاول لان الطريقة فيها شوية تلفة كده هو بصي هو بديكه كنظام ان انت بتجرب تقاط تجرب عليه فلو لقات ان انت شغال عليه وبتشتغل بس بتشتغل لكن مش بتقاط توزعه اه اه لكن ان انت وزعت الاكاونت بتاعك هيروح بموقفلك الاكاونت كله اه اه بس هو بينزل اكسل بس ولا بينزل اوفيس كامل اه طبعا ما بينزل اوفيس كامل اه تمام بس انا لازم اشيري اللي عندي ولا عادي اه اه من افضل شيء اللي عندك يعني الاول تنزلي بعد ما ينزل تنزلي بعد ما ينزل تروحي مسحة اللي عندك تمام عشان اتنين على الجهاز يبقوا بموتوخة اه اه فعلا تمام خلاص ميش اه كده يا جماعة حد حد كده عايز اي استفسار في اي حاجة في الاكسل انا عافية صح يا جماعة انا ببعش الاستفسارات لان انا في الاكسل انا ببعش الحاجة اسمها اكسل اه بس ما شوالله يعني هو حاجة بتوضح كويس جدا لدرجة ان احنا وبيبعش عندنا حاجة نسأل فيها لا والله ابدا اي حاجة بقى بره يعني لسه كانت ساميلا نينا اية دي كانت بتسألني في حدة الكونكاتينيت دي او حاجة زي كده اه ففي شوية حاجات كده لو عايزين تسألوا فيها انا تحت امركم اه انا كده كده خلوا عندكم احدش يعني اتمنى احدش اخركم من الجروب بتاع الاكسل ده يعني عسى ان يكون مثلا بعد كام شهر تفتكروا حاجة تروحوا جايين سألين على الجروب انا كده كده بفضل على الجروبات لو حد سأل اي حاجة تليني بتاوبوا علي ماشا يا جماعة خلاص طميم ماشا شكريين جدا لحضرتك تحت امركم يا جماعة تحت امركم واي حاجة اكلموني شكرا او شكرا او جمعين شكرا او مع السلام مع السلام عايكم السلام